عزيزي مشاهد قناة عرب هاردوير اهلا بيك في حلقة جديدة غالبا هتهنج الجهاز بتاعك احنا متفقين ان كارت زي الارتي اكس 2080Ti واحد من اقوى الكروت اللي موجودة حاليا في الماركت هو في الحقيقة الكارت الوحيد اللي ملوش منافس في السوق طبعا اسمع واحد يقولي فيه الارتي اكس تايتن ارجع اقولك ان الكارت ده بالزات هو الكارت الوحيد من كروت جي فورس من وقت ما انفيديا قررت ان هي تعمله وهو مش معمول عشان الالعاب ممكن تعتبروا حلقة الوصل بين الجيمينج والمالتي تسكينج فانا هكتفي بكون ان الارتي اكس 2080Ti في الوقت الحالي هو اقوى كارت متاح في السوق وهنا يبدأ يدور في بالي السؤال التالي ايه ده ده ساعتك اول زهور الكارت ده كان في شوية تسريبات وابتسم اخيرا لعدساتك كاميرات والموبايلات في معرض سي اس 2019 يعتبر الكارت ده من امس اي واحد من اقوى كروت الشاشة اللي موجودة حاليا في الماركت معتمد على جي بيو انفيديا الاقوى الارتي اكس 2080Ti الكارت شكلا ومضمونا احترافي من حيث الشكل والمميزات والتبريد وطبعا السرعة ودول غالبا الاساسيات الاربعة اللي اي حد ناوي يشتري كارت شاشة بيعتمد عليهم في اختياره فمن حيث السرعة الكارت اللايترينج جاي بتردد 1770 ميجا هرتز على البوز وده طبعا اول فرق بيكون ما بين النسخ الاحترافية من اي شركة من ضمن ضمن طبعا امس اي عن الكروت القياسية اللي بتكون من انفيديا او من اي ام دي دايرك لكن النسخ القياسية من الـ 2080Ti او النسخ الافتر ماركت او ممكن نقول الاحترافية بتعتمد على نفس النواية اللي هي T102 اللي بتيجي بعدد 4352 من الكودا كورز وعدد 544 من انوية التنسور كورز وعدد 68 نواية من انوية الارتي كورز اخر نوعين من الانوية هم دول اجدد انوية بتقدمهم انفيديا لمعمارية تيرينج او ممكن نقول ان المعمارية الجديدة ايمة على الانوية دي كان من المفترض اننا كنا نشوف اداء الانوية دي على ارض الواقع في الالعاب اللي موجودة بس في حاجة مش بقفومة وهي ان العطلة ما تعرفش جاية منين بس من المفترض تاني ان عن قريب هنلاقي تواجد للانوية دي فعلي في الالعاب مع بعض نرجع بقى لموضوعنا ان من الحاجات المشتركة بين النسخ في الكروت هو ان الرام بتكون واحدة فالرام في الكرت ده بتيجي بحجم 11 جيجا بايت من نوع GDDR6 وتعتبر انفيديا اولى الشركات اللي طبقت النوع ده من الرامات في كروت الشاشة من السرعة نروح للتبريد انا دايما بقول ان التبريد ده هو اهم حاجة بتشتريها في اي كرت شاشة احترافي اه السرعة مهمة وكل حاجة بس حط النقطة دي دايما في دماغك من غير التبريد السرعة ملهاش لازبة لان التبريد هو الحاجة الوحيدة اللي هتضمن لك استمرار اي قطع مش كرت الشاشة بس على انها تفضل شغالة بشكل مستقر وتاخد منها كل زرة اداء انت منتظرها منها وده بالضبط اللي عملته MSI في الكرت MSI في الجيل الجديد من الكروت بتاعتها عملت تصميم دايرة في غاية الاحترافية نفس التبريد اللي موجود في الكروت الجيمنج هو هو نفس التبريد اللي موجود في الكرت ده بس ابعاد الهيت سينك في الكرت ده اكبر وده لسبب هنروح له بعدين دايرة التبريد هنا بتبدأ بقعدة من النحاس مطلية بالنيكل في اتصال مباشر مع الجيبيو الحرارة بتسافر من الجيبيو للقعدة ومن القعدة للانبيب الحرارية من الصيز تخدمت عدد من الأنابيب في الهيت سينك بيوصل عددها لتسع أنابيب حرارية من النحاس متقسمين ما بين أنابيب سمكها ستة ملي وأنابيب سمكها تمانية ملي متقسمين على بلوكين من شرايح الألمونيوم بطول الكارك شرايح الألمونيوم هي المرحلة اللي قبل الأخيرة في عملية تشتيت درجة الحرارة الشرايح اتعملت في تصميم معين أو في مصفوفة معينة بحيث أن ما يحصلش أي تعارض أو اضطراب في حركة الهواء اللي جاي من المراوح والتأكيد على أن التصميم يخلي الهواء ماشي في اتجاه معين لحد ما يخرج بره الهيت سينك كله والمرحلة الأخيرة من دايدة التبريد هي المراوح الشيء المسؤول عن تحريك أكبر كمية من الهواء ودفعها باتجاه الهيت سينك تصميم المراوح زي ما احنا عارفين مش تصميم تقليدي MSI بتعتمد في المراوح على تصميم خاص بيها اسمه تروكسفان بيتكون من 14 بلين متقسمين 7 و7 السبعة الأولينيين اسمهم ديسبرجان بلين ودي اللي معمولة عشان تحرك أكبر كمية هواء وتسرع من حركة الهواء للهيت سينك السبعة التاليين اسمهم تروديشنال بلين ودول مهمتهم أنهم يعملوا توجيه للاتجاه اللي يتحرك فيه الهواء اللي طبعا بيكون في اتجاه الهيت سينك لو جمعت الأجزاء دي كلها في دايرة التبريد مع بعض هتلاقي أن التصميم بيأكد على أن الهواء بيتحرك في اتجاه معين من المراوح للشراح لحد ما يطلع بره الكارتر وبأكبر كمية ممكنة واللي يأكد لك على جودة تصميم الهيت سينك أن المراوح ما بتشتغلش إلا لما درجة حرارة الجيبيو توصل لستين درجة بس الجيبيو في عملية التبريد مش كل حاجة في الكارت آه هو أهم حاجة لأنه هو أساس الكارت بس في مكونات تانية في الكارت لو درجة حارتها ارتفعت جايز إن دا يقلن من استقرار الكارت وقت الشغل زي شرايح الرام والموسفت عشان كده MSI يوفرت هيت سينك على المكونات دي كلها بطول الكارت بما في ذلك أهم ميزة في الكارت وهي متحكمات PWM Digital تضيف على كده إن الهيت سينك دا هيضيف نوع من أنواع المتانة عشان يمنع إن البي سي بي تتني بسبب تقلي الهيت سينك وعلى ذكر المتانة مش الناتانة لو سمعتها غلط MSI موفرة باك بليت مش من المعدن من الكاربون عشان توفر قوة أعلى للكارت وتحسن من عملية توصيل درجة الحرارة عن طريق إنها تحط تحت الباك بليت سيرمل بادز وهيت بايب واحدة من النحاس فكل قطعة موفراها MSI في الكارت بتخدم دايرة التبريد بتاعتها للي أول مرة يسمع عن كروت لايتنينج أحب أقولك إن الكروت دي هي الكروت اللي بتعصف فيها MSI مخيخة مهندسية عشان تطلع بأفضل كارت ليها في السنة مش أنا أقولت لك إن MSI موفرة هيت سينك عشان يقلل من شوية مكونات بما فيهم الموسفت والكنترولر MSI موفرة اتنين كنترولر مهمتهم إنهم يرقبوا سريان الطاقة لمكونات الكارت وتقدم تحكم دقيق جداً في الطاقة الواصلة للمكونات دي وده يخدم الغرض الأساسي من فكرة تصنيع فئة لايتنينج من MSI إنه يدخل في منافسة مباشرة مع الكروت التانية من المصنعين التانيين اللي بتكون من نفس الفئة السعرية وبنفس المميزات عشان عمليات كسر سرعة وبالأخص لو هيستخدموا الليكوود نيتروجين ده غير تواجد أربع نقط تقدر تقيس عن طريقهم درجة الفلطية للكارت بشكل أضق بكتير من السوفت وير فدي كلها مميزات بتتميز بيها كروت لايتنينج من MSI مميزات تخدم الهدف الأساسي من الكارت اللي معمول عشانهم بس البعض منها مش بيشتري الكروت عشان بس تكسر السرعة يعني التبريد مهم إن الكارت يكون سريع برضو مهم والشكل كمان مهم خصوصا لما تكون تشاري نسخة زي دي النسخة دي زي ما هي مختلفة عن الكروت الأقل من فئة جيمينج في التردد مع اختلافات طفيفة في تكوين التبريد نفسه من MSI MSI اهتمت بالشكل الخارجي للكارت وده بيبان في استخدام اللون الأسود مع اللون الدهبي وعارف ان انت هتقولي إن اللون الأسود مش لون المهم إن MSI استخدمت اللين دولت في عدد كبير جدا من أماكن الكارت عشان يجدي شكل أحسن إضافة طبعا للأر جي بي اللي موجود في الكارت عند الباك بليت وحوالين الشاشة والمروح جديد الكارت ده هو إن بيجي بمروح فيها أر جي بي أو مش المراوح نفسها هو الفريم بتاع المراوح هو اللي بيجي فيه أر جي بي باسم فانتوم أوف لايتنينج تقدر عن طريق برنامج دراجون سنتر إنك تتحكم في الإضاءة بتاعة الكارت بالتزامن مع المكونات التانية اللي بتدعم نفس فكرة الأر جي بي بتاعت MSI باسم ميستيك لايت وطبعا الوضع الأمثل عشان تشوف الارج بي بتاع المراوح هيكون إنك تحطه في وضع أفقي ولو حطيت الكارت في الوضع الأفقي على أساس إن أنت تشوف المراوح للأسف مش هتعرف تشوف الشاشة الشاشة دي اللي تقدر عن طريقها تعرض أنيميشل لصورة متحركة جف أو جف على حسب ما أنت بتفضل تقولها إزاي الصورة دي إما تقدر تعملها بنفسك أو تنزلها من موقع MSI إلى جانب إن الشاشة دي بتقدر تعرض عليها شوية حاجات تانية زي درجة حرارات الكارت، التردد اللي الكارت شغال عليه، التردد بتاع الرمات اللي الكارت شغال بي حاليا وسرعة المراوح فدي كلها مميزات تخلي الكارت ده بالنسبة لي اختيار لكن الأهم دايما هو أداء الكارت مع الألعاب مقارنة طبعا بالنسخة الفاوندر إديشن من إمبيريا وبنفس LG بيو وأداء التبريد بما أن التصميم كل تفاصيلي وبتقول إن الكارت احترافي بكل ما تحمله الكلمة من معاني قبل ما نبدأ الاختبار خلينا ناخد نظرة على السيستم اللي هنجرب عليه الكارت السيناريو اللي هنجرب عليه الألعاب هو ريزولوشن 2160B أو Ultra HD بما أن إنبيديا صنفت إن RTX 2080 Ti الحل الأمثل لما ليكي شاشات عرض بريزولوشن 2160B والدقة دي مش هيفرق كتير فيها إذا كان البروسيسور هنا انتل ولا AMD لأن مستوى الضغط بيكون على الجي بيو أكتر من الـ CPU كالعادة أي كارت RTX 2080 Ti كارت قادر بكل سهولة إنه يتعامل مع أي لعبة من نوع AAA على دقة العرض 2160B بدون أي مشكلة ويقصر حاجز 60 فريم إلا في اللعبة العاق Assassin's Creed Odyssey ما بتبقاش فاهم ليه لكن كارت حلقتنا المخضرم Lightning من MSI بيتفوق على كارت إنفيديا بنسبة تقدر بـ 7.5% أما على الريت ريسنج بما أننا دلوقتي عندنا لعبتين كاملين بليابل بيستفيدوا من كامل أنوية معمارية تيورينج فإحنا جربنا لعبتين والنتائج إن مع دقة عرض 2160B الكروت للأسف ما كسرتش حاجز 60 فريم لكن الألعاب كانت سالسة ولازلت عند رأي المتواضع إن التقنية دي محتاجة Optimization أكتر عشان نحقق متوسط الـ 60 فريم في كارت سائره بيبدأ من 1200$ لحد 1600$ وعلى الأقل يتحقق وعد إنفيديا في معرض CS 2019 إن الأداء هيكون واحد قبل الـ Ray Tracing وبعد الـ Ray Tracing بديه الأساس الكارت اللايتنينج مع الأداء ده ونسبة التفوق دي اللي حققها على كارت إنفيديا القياسي قدم درجة حرارة أقل توصل لـ 70 درجة أقل من الكارت القياسي بـ 4 درجات ونسبة دوران المراوح الثلاثة كانت تقدر بـ 1600$ لفة في الدقيقة والصوت كاد يكون معدوم تماماً فبما إن الكارت ده معمول أساساً عشان كسر السرعة فالكارت ده قدرنا نوصل به لتردد 2150 ميجا هرتز والتردد ده حقق فرق أداء يقدر بـ 7% على منصة 3D Mark Time Spy وأقصى درجة حرارة كانت 75 درجة وده السبب لو تفتكر اللي مخلي حجم الـ Heat Sync كبير وأبعاده أكبر من أي كارت تاني عشان يضمن إن درجة حرارة الـ GPU والمكونات كلها مع أعلى درجات كسر السرعة تكون درجة الحرارة أقل الخلاصة إنك لو عاوز تلعب على ريزولوشن زي 2160B بمتوسط فريمات يعدي 60 فريم فأنت ما قدمكش غير الكارت واحد وهو RTX 2080 Ti بناء على كلام انفيديا وبناء على تجربتي للكارت الكارت ده هو الحل الأمثل للدقة دي إلا طبعاً لو أنت عايز توفر شوية فلوس روح للـ RTX 2080 لكن لما تيجي تقارن بين الكروت من نفس الـ GPU وأنا دايماً أرشح لك النسخ الأفتر ماركت لأنك مش هتقلق أبداً من درجة الحرارة وقت الشغل وهيكون عندك الفرصة في إنك ترفع أداء الكارت عن طريق كسر السرعة لو مش فاهم إيه هي عملية كسر السرعة أو هي بتتعامل إزاي انبيديا سهرت لك الموضوع بالـ OC Scanner كل اللي عليك إنك تدي أمر للبرنامج إنه يعمل تستعلى الكارت الموضوع بياخد من 10 ل 20 ديار والكارت بالاعتماد على أداء التنسر كور هيبدأ يرفع التردد لأقصى حد هيكون الكارت فيه استيبول فأنت تقدر ترفع أداء الكارت بكل سهولة كل اللي عليك إنك بس توفر باور سابلاي مايقلش عن 650 وات آه مايغرقش إن الكارت فيه 3-8 بين الكارت أقصى درجة استهلاك طاقة حققها كانت 332 وات على التبكاللوت طبعاً اللي هو وضع الجيمينج التقليدي والسبب إن الكارت ده فيه 3-8 بين هو الضمان إنك لو هتحاول تكسر تردد النواة أكتر من كده مايبقاش عندك مشكلة في الباور ديليفري خصوصاً إن الكارت ده معمول أساساً بالبنية دي عشان يكسر أرقام قياسية بالليكود نيتروجين على عكس الكروت الأفتر ماركت التقليدية أو الكروت مثلاً من فئة جيمينج الكارت ده كأبعاد ممكن يكون مشكلة لبعض الناس خصوصاً لو الناس عندهم كيسات قديمة لإنه طوله بيوصل لـ 33 سنتيمتر يعني إنت محتاج كيس يكون قدام الكارت على الأقل وبسمك 3 سلط يكون فاضي عشان تعرف تركب كارت زي ده أنا شايف من وجهة نظر الشخصية إن المشكلة الأكبر في الكارت ده هو سعره أو إنت هتاخد RGB كارت شكله حل ومختلف أداء والأحسب من كده حتى من غير كسر السرعة فهو RTX 2080 Ti فاللي هو إنت عاوز إيه أحسن من كده درجة حرارة الكارت ممتازة جداً هتاخد شاشة تعرض لك تردد ودرجة الحرارة ومعدل دوران المراوح وشوية أنميشة اللطيفة بس مش بـ 1600 دولار مكرنا طبعاً بسعر النسخة القياسية من إنفيديا هتلاقيه أغلب حوالي 400 دولار عن السعر الرسمي من إنفيديا أنا عارف إن الكارت ده تصميمه من الألف لليه احترافي فهو كارت شاشة احترافي زي ما بيقول الكتاب بس غالي أو مش غالي على حسب ما دورت على أمازون لقيت إن كل كروتل RTX 2080 Ti كلها أساساً بقت غالية لو قرنت بينه وبين مثلاً كارت زي اللي هو المفترض المنافس ليه فهو سعراً وإمكانيات أحسن بس أرجع وأقول إن بسعر كارت واحد أقدر أجيب جهاز مش بطال خالص أو أجوء كستراميل وأجيب كارتين RTX 2080 أو RTX 2080 Ti بس أطسع فلوس أكتر وحطوهم في زي ما هعمل في حلقة جاية عشان تجي لك الحلقة دي اعمل سابسكرايب للقناة عشان يجي لك نوتيفيكيشن بالحلقة الجاية لما تفعل الجرز وتتحصر والأهم إن لو الحلقة عجبتك تعمل لايك وتنزل تسيب رأيك تحت في التعليقات في كارت أم الصقاي الجديد اللي غالباً بحدش أشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر